تعتبر الفيضانات هي أكثر أنواع الكوارث الطبيعية شيوعا في العالم وفي العام المنصر تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في فيضانات أدت إلى خسائر مادية وأضرار في الممتلكات ونزوح معظم سكان المناطق والأحياء المتضررة الأمر الذي جعل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة طوارئ وإعطاء الأوامر بالتدخل السريع للخروج من هذه الأزمة وذلك عبر هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية المعنية بالأمر وبدعم من الحكومة والشركاء في متب التعاون الدفاعي بالسفارة الفرنسية والقوات الفرنسية في منطقة الساحل برخان سابقا قام الجيش بعمل أقل ما يقال عنه أنه رائع حيث أنقذ ما أمكن إنقاذه من ممتلكات المواطنين وتقديم المساعدات لهم كالمأكل والمشرب والمسكن رغم قلة الإمكانيات والأدوات المستخدمة لمثل هذه الكوارث بناء على ذلك ومع توقعات مراكز الإرصاد الجوية لحدوث فيضانات لا تقل عن العام الماضي فقد تم انعقاد اجتماع طارئ بمقر هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج ترأسه الجنرال قردي أب بكر آدم مدير الهيئة أعرف أنه في السنة في عام 2022 كان ماتر سابقا كثير وقالما يعني شعال في الله وليناس وابات كثير وعليه ننوه بأن هذا العمل يتطلب وقوفا جادا من الحكومة على رأسها رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو وشركاء البلاد